مع كل موسم حج تعمل حكومة المملكة على تجنيد كافة طاقتها المادية والبشرية لخدمة ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم وبينت قيادة أمن الحج أنها سخرت كافة القطاعات لخدمة حجاج هذا العام وستمنع المخالفين مع اقتراب موسم الحج تستنفر جميع القطاعات الحكومية لتقديم كافة التسهيلات والخدمات لحجاج بيت الله الحرام رسمين أروع صور العمل الإنساني للشعوب كافة في هذا اليوم الحمد لله وصل أعداد كبيرة جدا إلى مكة المكرمة وبفضل الله ورعاية نجاح كبير جدا إلى هذه الساعة ونتمنى أن تستمر هذه النجاحات ويبرز في هذا العمل الدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن في الحج فإلى جانب عملهم الرسمي في حفظ الأمن في المشاعر المقدسة يعمل هؤلاء الأبطال على نجاح عملية التفويج وتنقلات الحجاج دون تدافع أو تعارض فضلا عن تقديم أعمال أخرى تتسم بالإنسانية والشهامة كمساعدة طفل تائه أو مسن عاجز وأكدت قيادة أمن الحج أنها بدأت في فرز المخالفين ومنع دخول من لا يحمل تصريحا للحج مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو تحقيق استفادة الحجاج من الخدمات المقدمة بالنسبة لمخالفي أنظمة وتعليمات الحج المعادين بالنسبة للسعوديين تم إعادة 10.533 شخص بالنسبة للوافدين تم إعادة 213.541 المركبات المعادة 108.110 ونوهت قيادة أمن الحج أن العقوبات في انتظار مهربي المخلفين مؤكدة أن جميع الطرق المؤدية لمكة المكرمة مراقبة واجهنا حالات في الأعوام السابقة منهم من يحاولون النقل بأجر أو بدافع مادي ويحاولون تجاوزون مراكز التفتيش فأنا أؤكد للأخوة أن هذا محكم وأنه سيتم تطبيق النظام بدون تمييز بين الأشخاص مقيم أو من المواطنين أعمال جبارة وجهود مشهودة تقدمه المملكة حكومة وشعبا على مدى التاريخ استشعارا منها بالمسؤولية وعظم الأمان التي شرفها الله عز وجل لهذه البلاد المباركة لحماية الحرمين الشريفين وقاصدهما